تتمت رواية الأبله للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي الفصل العاشر إذا كان يجبكم هذا المحتوى فالمرج الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك سرعان ما سمعت ضوضاء جمهور آتية من حجرة المدخل إن من كان في الصالون يدرك أن عدة أشخاص قد دخلوا وأن آخرين ما يزالون يدخلون كانت أصوات كثيرة تتكلم في آن واحد وتصرخ عند المدخل وعند السلم الذي ضل بابه مفتوحا واضح أنهم زوار غريبون عجيبون أخذ جميع من في الصالون ينظر بعضهم إلى بعض المتحيرا واندفع الجانيا إلى الصالون الكبير غير أن عددا من الأشخاص كانوا قد دخلوا إلى هناك صاح صوت يعرفه الأمير صاح يقول آه ها أنت دا يا يهودا يا خائن سلامون يا جانيا يا وغدا عريقان وصاح صوت آخر يقول مؤيدا نعم إنه هو هو نفسه لم يبقى لدى الأمير أي شك إن أحد الصوتين هو صوت رجويين وأن الصوت الآخر هو صوت لبيديف تجمدت جانيا على العتبة مبهوتا مسعوقا وأخذ ينظر صامتا دون أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة أو الاثنى عشر الذين كانوا يجتاحون الغرفة وراء بارفيون رجويين كانت هذه العصبة خليطا عجيبا يتميز أفرادها لا بتنوعها في حسب بل بفوضاهم كذلك حتى إن بعضهم دخلوا كما هم بفرواتهم ومعاطفهم يظهرون جميعا سكارا بعض الشيء رغم أن أحدا منهم لم يكن سكرانا فعلا وكان يظهر عليهم جميعا أن كل منهم في حاجة إلى الآخرين يشد بهم أزره ويستمد منهم شجاعته ما كان لواحد منهم أن يجرؤ على أن يدخل لو كان وحيدا ولكنهم كانوا كمن يدفع بعضهم بعضا إلى الدخول دفعا حتى رجويين الذي كان على رأسهم إنما كان يدخل محاذرا فكان يبدو مظلم الوجه مشغول البال إلى درجة الهياج أما الآخرون لم يكونوا إلا عصبة عليها أن تسائد قليلا كانت العصبة تضم عدالي بيديف كانت تضم زاليوت جيف الذي عني بتجعيد شعره عناية كبيرة وترك فروته في حجرة المدخل ودخل طليقا متبخترا ووراءه شخصان أو ثلاثة أشخاص من هذا الطراز نفسه كان واضحا أنهم أبناء تجار وكان في العصبة كذلك رجل يرتدي معطفا على الزي العسكري ورجل قصير سمين مفرط في السمنة ما ينفق يضحك بغير انقطاع ورجل ضخم بدين هو أيضا بدانة غير عادية يكاد يبلغ طوله المترين متجهم الوجه شديد الصمت لا بد أنه كان يعول على قبضتي يديه كثيرا وطالب من طلاب الطب وبولندي مريح وعلى فسحة السلم سيدتان تنظران إلى حجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخل فأغلق كوليا الباب أمامهما وشد المزلاج سلام جانيا الواغد إنك لم تكن تتوقع أن ترى بارفيون رجويين أليس كذلك؟ هكذا ردد بارفيون رجويين حين وصل إلى باب الصالون فوقف أمام جانيا ولكنه في تلك اللحظة نفسها لمح في الصالون قبالته تماما على حين فجأة لمح نستاسيا فليب بوفنا واضح أنه كان أبعد ما يكون على تخيلي أن يراها هناك فما إن رآها حتى أحدثت رؤيتها في نفسه تأثيرا خارقا فإذا هو يبلغ من الشحوب والإنكفاء أن شفتيه أصبحت زرقاوين قال في رفق بصوت خافت كأنما هو يحدث نفسه وقد شل فلا يدري ماذا يفعل ماذا؟ ما يقال صحيح إذن انتهى الأمر ثم قال مخاطبا جانيا من بين أسنانه وهو ينظر إليه نظرة تفض بغضب حانق لا يغالب طيب سنتحاسب لقد إن حبست أنفس رجويين فلم يكد يستطيع أن ينطق بهاتين الكلمتين المتقطعتين إلا بكثير من العناء وتقدم في الصالون ولكنه حين أبصر نينا أليكساندروفنا وفاريا على حين فجأة توقف شاعرا ببعض الخجل رغم كل إنفعال ودخل لبيديف ووراءه يتبعه كذله وقد نال منه الانكسار ثم دخل الطالب فلعمل عقد القبضتين الهائلتين ودخل وراءهما زاليو جيف يحيي ذات اليمين وذات الشمال ثم دخل الرجل القصير السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقا إن وجود السيدات قد كبحهم قليلا وكان واضحا أنه يربكهم إرباكا كبيرا ولكن المرأة يحس أن هذا الإرباك سيزول متى حانت لحظة البادئ فإن وجود السيدات لن يحول دون الفضيحة متى تطلق إشارة البادئ قال رجويين في ذو هول ولكن مع شيء من الدهشة كيف أأنت أيضا هنا يا أمير وما تزال اللبذتان على حدائيك وتنهد لكنه كان قد نسي الأمير وعاد ينقل بصره إلى نستاسيا فليب بوفنا وهو يقترب منها مزيدا من الاقتراب كأنما يجذبه إليها مغناطيس وكانت نستاسيا فليب بوفنا هي أيضا تتفرس في الدخلاء قلقة مستطلعة وأخيرا تاب إلى جانيا صوابه فقال بصوت عال وهو يلقي على الدخلاء نظرة قاسية مخاطبا رجويين خاصة اسمحوا لي ما معنى هذا أأنتم هنا في إستابلين أيها السادة أمامكم هنا أمي وأختي قال رجويين من بين أسنانه نرى أنهما أمك وأختك وزاد لبي ديف يقول واضح أنهما أمك وأختك وأغلب الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدر أن الحين قد حان فإذا هو يهمهم فصاحت جانيا رافعا لهجته إلى درجة الانفجار قائلا كفا أرجوكم أولا أن تنتقلوا إلى الغرفة الأخرى واسمحوا لي بعد ذلك أن أسألكم ضحك رجويين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من مكانه وقال عجيب لم يتعرفني ألم تتعرف رجويين هبني التقيت بك في مكان ما فإنني هاي التقيت بي في مكان ما أنا سيت إذن أنك منذ أقل من ثلاثة أشهر قد سلبتني بالقمار مئتي روبل هي ملك أبي لقد مات الشيخ المسكين قبل أن يتسع وقته لمعرفة ذلك أنت جررتني إلى اللعب وصاحبك كونيف تولى الغش أفلا تتعرفني إذن؟ في وسعك بيتتسين أن يشهد على كل حال يكفي أن أخرج من جيبي ثلاثة روبلات وأن أريها إليك حتى تركع وتسير على أربع إلى فاسيليفيتسكي آملا في الحصول عليها هذا أنت تلك هي نفسك الخسيسة وإنما جئت الآن أيضا لأشتريك كذلك بالمال لا تنظر إلى حدائي فأنا أملك يا صاحبي مالا كثيرا وفي وسعي أن أشتريك أنت وجميع ذويك لو شئت اشتريتكم جميعا جميعا كان رجويين يزداد اندفاعا ويبدو أشد سكرا لحظة بعد لحظة وهتف يقول لا لا تترديني يا ناستاسيا فليب بوفنا قولي لي كلمة واحدة لا أكثر أأنت مقبلة على الزواج به أم لا القارجويين هذا السؤال كما يلقيه إنسان يشعر بأنه هالك وخاطب ناستاسيا فليب بوفنا كما يخاطب إنسان إلهه المعبود ومع ذلك كان في لهجته جرأة هي جرأة من حكم عليه بالإعدام فلم يبقى هناك ما يخاف أن يضيع منه وراح ينتظر الجواب بقلق قاتل شملته ناستاسيا فليب بوفنا بنظرة ساخرة متعالية ولكنها حين ألقت بصرها على فاريا ونينا أليكساندروفنا ثم على جانيا غيرت موقفها وقالت تجيبه في رفق وجد بصوت تلوح فيه الدهشة لا أبداً معدادهاك ثم كيف خطر ببالك أن تلقي علي هذا السؤال هتفى رجويين يقولك من جنا فرحاً لا لا أصحيح أنك لن تتزوجه لقد زعموا لي أنك ستتزوجينه آه طيب طيب يا ناستاسيا فليب بوفنا هم يدعون أنك وعدت جانيا بأن تتزوجه كيف تتزوجين هذا؟ هذا أذلك ممكن؟ لقد قلت لهم هذا إن في وسع أن أشتريه كله بمئة روبل فإذا أعطيته ألف روبل أو قولي ثلاثة آلاف روبل في سبيل أن يعدل عن الزواج لهرب عشية الزواج تاركاً خطيبته أليس هذا صحيحاً يا جانيا؟ يا سافل ألن تقبلت ثلاثة آلاف روبل؟ خذ إليك هي من أجل هذا إنما جئت اليوم لقد جئت لأحصل على توقيع منك بالعدول عن الزواج قلت سأشتريك ولا سوف أشتريك فعلاً صرخت جانيا يقول وهو يحمر ثم يصفر ثم يصفر ثم يحمر اذهب من هنا أنت سكران أحدثت هذه الصرخة انفجارات أصوات كانت عصبة رجويين لا تنتظر منذ مدة طويلة إلا أول استفزاز وها هو ذالب بيديف يهمس في أذن رجويين ببعض الكلام مهتماً أشد الإهتمام أجاب رجويين أصبت يا سيادة الموظف أصبت يا أيها السكير ولم لا؟ أخيراً ثم هتف يقول وهو ينظر إلى نستاسيا فليب بوفنا كالمجنون فتارة برعب وتارة بجرأة تشبه أن تكون وقاحة نستاسيا فليب بوفنا إليك ثمانية عشر ألف روبيل وهناك مبالغ أخرى قال ذلك ووضع أمامها على منضدة صغيرة حزمة ملفوفة بورق أبيض ومربوطة بخيط ولم يجرؤ أن يكمل فكرته لم يجرؤ أن يتم ما كان يريد أن يقوله همس لب بيديف في أذنه مرة أخرى يقول مرتاعاً لا ليس هذا كان واضحاً أن ضخامة المبلغ قد روعته وأنه يقترح تخفيضه فأجابه رجويين لا يا صاحبي هنا أخطأت هنا أنت غبي وإذ رأى شراراً يقدح في نظرة نستاسيا فليب بوفنا ثاب إليه صوابه وأخذ يرتجف وأضاف يقول بل نحن كلانا غبيان أنت وأنا ما كان أشد حماقتي حين سمعت لك أضاف رجويين هذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ندم عميق فبعد أن لاحظت نستاسيا فليب بوفنا بكثير من الانتباه كيف انقلب وجه رجويين وتشوه انفجرت تضحك فجأة ثم أضافت تقول بلهجة خالية من الكلفة ضعفحة بالوقاحة وهي تنهض من الكنبة كأنما لتنصرف تمانية عشر ألف روبيل لي أنا وكانت جانيا يراقب المشهد من قبض القلب صاح رجويين يقول بل أربعون ألفا أربعون ألفا لا تمانية عشر لقد وعدني بيتتسين وبيسكوب بأن يدفع لي أربعين ألف روبيل في الساعة السابعة أربعون ألف روبيل عدا ونقدا أصبح المشهد دنيئا حقا ولكن نستاسيا فليب بوفنا ظلت تضحك ولم تعزم أمرها على الانصرف كأنها تتعمد أن يطول المشهد وقد نهضت نينا أليكساندروفنا وفاريا هما أيضا ووقفت تنتظران صامتتين مروعتين ما عسى أن ينتهي إليه الأمر فأما فاريا فعينها تلتمعان وأما نينا أليكساندروفنا فقد هزها تعاقب الأحداث هزا قويا كل القوة فهي ترتجف حتى لا تكاد تسقط مغشيا عليها إذا كان الأمر كذلك فإنني أرفع المبلغ إلى مئة ألف نعم في هذا اليوم نفسه سأدفع مئة ألف روبيل بيتتسين ساعدني في جمع هذا المبلغ ولك حسابك همست بيتتسين قائلا وهو يقترب منه بحركة نشيطة ويمسك ذراعه أنت سكران سوف نستدعي الشرطة أين تظن نفسك؟ قالت ناستاسيا فليب بوفنا كأنما تثيره وتحرضه الخمرة هي التي تتكلم فأخذ رجويين يسرح قائلا وقد ازدادت حماسته ازديادا كبيرا لا أنا لا أكدب سوف تقبضينا مئة ألف روبيل هذا المساء سوف أبرهن على أنني لا أتباخل هنا أرعد صوت أرداليون أليكساندروفيتش على حين فجأة يقول غاضبا مهددا وهو يتقدم نحو رجويين ما معنى هذا كله أخيرا إن هذه الاندفاعة المباغتة التي لم يكن يتوقعها أحد من العجوز بعد أن ظل صامتا حتى ذلك الحين قد أحدثت أثرا مضحكا فانطلقت ضحكات هنا وهناك قال رجويين وهو يضحك ساخرا من أين خرج لنا هذا؟ تعال معنا أيها العجوز فنشرب حتى نسكر فصرخ كوليا الذي كان يبكي عارا وغضبا هذه دناءة وصاحت فاريا فجأة وهي ترتعش غضبا من قمة رأسها إلى أخمص قدميها هل يعقل أن لا يكون بينكم واحد يخرج هذه الوقحة من هنا؟ فأجابت ناستاسيا فليب بوفنا تقول بمرح فيه احتقار أنا أوصف بأنني واقحة؟ ما كان أغباني حين جئت لأدعوكم إلى صهرتي انظر كيف تعاملوني أختك يا جابرييل أرديالونيتش دلت جانيا بضع لحظات كالمسعوق من اندفاعة أخته ولكنه حين لاحظ أن ناستاسيا فليب بوفنا عازمة في هذه المرة فعلا على أن تنصرف هجم على فاريا كالمجنون فأمسك يدها بحنق شديد وهتف يسألها وهو ينظر إليها كمن يريد أن يحيلها إلى رماد على الفور ماذا فعلت؟ كان قد خرج عن طوره وأصبح لا يدري ماذا يصنع صرخت فاريا تقول ماذا فعلت؟ وأنت إلى أين تجرني؟ أتراك تريد مني أيها الرجل الساقط أن أقدم إليها اعتذاري هي التي أهانت أمك وغطت بيتك كله بالعار ولبثا على هذه الحالة بضع لحظات وجها لوجه كانت جانيا مع يزال ممسكا يد أخته بيده وحاولت فاريا أن تتخلص وأن تخلص يدها مرة أو مرتين بكل ما تملك من قوة لكنها لم تفلح فإذا هي بعد ذلك تخرج عن طورها فتبسق في وجه أخيها صرخت نستاسيا فليببوفنا تقول هذه فتاة حقا يبي تتسين أهني أوك زاغ بصر الجانيا ونسي نفسه تماما فرفع يده يريد أن يضرب أخته بكل قواه وكان يمكن أن تسقط يده على وجهها لولا أن يدا أمسكت ذراعة جانيا بانطلاقة سريعة فأوقفتها لقد وقف الأمير بين الأخ وأخته قال الأمير حازما ولكنه كان يرتعش بجميع أعضائه هو أيضا كما يحدث في إثرئة ثراب شديد ما هذا؟ أما كفاكم؟ فزأرت جانيا قائلا وهو يترك يد فاريا أظل أجدك دائما في طريقي وكانت يد جانيا قد أصبحت طليقة وكان قد بلغ دروة الصخط فإذا هو ينزل بيده على وجه الأمير بصفعة قوية صاح قوليا يقول وهو يرفع ذراعه آه آه رباه وانطلقت هتافة التعجب من كل جهة كان الأمير أصفر اللون يحضق إلى عيني جانيا بنظرة غريبة مفقلة لوما وكانت شفتاه المختلجتان تحاولان أن تنطق بشيء ما وكانت ابتسامة عجيبة غير مألوفة تشنجهما فما تستطيعان أن تقول شيئا واستطاع أخيرا أن يتلفظ فقال أنا لا ضير إن ضربتني أما هي فلن أسمح لك بأن تضربها ولكن فقد سيطرته على نفسه فجأة فتركت جانيا وأمسك رأسه بيده واتجه نحو الحائط وقال بصوت متقطع آه لشد ما ستشعر بالخزي والعار من فعلتك وكانت جانيا كالمصعوق فعلا هرع قوليا إلى الأمير يقبله ويواسيه وتبعه رجويين وفاريا وبيتيتسين ونينا أليكساندروفنا تبعه الجميع حتى الشيخ أرداليون أليكساندروفيتش تمتم الأمير قائلا وهو ما يزال يبتسم تلك الابتسامة غير المألوفة ليس هذا بشيء ليس هذا بشيء وصرخ الرجويين لسوف يندم على ما فعل لسوف تخجل يا جانيا من أنك أسأت إلى مثلي هذه النعجة لم يجد كلمة أخرى دعهم يا أمير يا صديقي وتعال فسوف ترى كيف يعرف الرجويين أن يحب تأثرت ناستاسيا فليب بوفنا هي أيضا أشد التأثر من فعلة جانيا وموقف الأمير إن وجهها الذي يكون في العادة شاحب اللون والذي يعبر في العادة عن شروض الذهن وذلك ما لا يتفق كثيرا مع ضحكها الذي كانت تصنعه إصطناعا منذ قليل قد غيرت الآن عاطفة جديدة هذا واضح كل الوضوح ومع ذلك يحس المرء أنها لا تحرص على إظهار ذلك فهي تحاول أن تحافظ على ما كان يعبر عنه وجهها من سخرية وفجأة تذكرت السؤال الذي أثاره الأمير منذ قليل فدمدمت تقول على حين بغتا ولكن بشيء من الجد والرصانة منذ الآن حتما سابقا رأيت هذا الوجه قبل الآن فهتف الأمير فجأة يقول بلهجة عتاب عميق لكنه عتاب فيه مودة وصداقة وأنت ألا تشعرين الآن بخجل؟ أنت لست تلك المرأة التي حاولوا أن يصفوها بما وصفوها به دهشت ناستانسيا فليب بوفنا وحاولت أن تبتسم كأنما لتخفي شيئا ما وبعد أن ألقت نظرة على جانيا اتجهت نحو باب الصالون مضطربة لكنها حتى قبل أن تصل إلى حجرة المدخل عادت أدراجها فجأة فاقتربت من نينا أليكساندروفنا فتناولت يدها وحملتها إلى شفتيها ودمدمت تقول بصوت سريع وبحرارة وقد اشتعل وجهها وحمر لقد حزر صحيح أنني لستها كذا ثم استدارت وخرجت ولكنها بلغت من الصرعة في هذا كله أن أحدا لم يتسع وقته لأن يعرف لماذا هي رجعت أدراجها كل ما هناك أنهم رأوها تكلمونينا أليكساندروفنا ببضع كلمات همسا ولعلهم رأوها تقبل يدها غير أن فاريا رأت كل شيء وسمعت كل شيء وتابعتها بنظاراتها مدهوشة عاد إلى جانيا رشده فاندفع ليصحب نستاسيا فليببوفنا لكنها كانت قد خرجت فأدركها في السلم صرخت تقول له لا تصحبني إلى اللقاء في هذا المساء لا تتخلف هل سمعت فعادت جانيا مضطربا مفكرا واجما إن لغزا تقيلا يجتم الآن على قلبه بل هو الآن أتقل مما كان وطافت صورة الأمير أيضا بخاطره وقد بلغ من عمق الاستغراق أنه لم يكن يرى انسحاب عصبة رجويين التي كان أفرادها يصدمونه في المدخل متدافعين متعجلين ترك المنزل في إطر رئيسهم كانوا جميعا يتناقشون بحرارة شديدة وبصوت عالي وكان رجويين نفسه يمشي إلى جانب بيتتسين ويكلمه ملحا في شيء لا بد أنه خطير ولا يحتمل أي تأخير حتى إذا مر أمام جانيا قال له خسرت يا جانيا فتابعهم جانيا بنظرة قلقة ترجمة نانسي قنقر